نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا معرضها الأول للكتاب لخدمة دارسيها من العسكريين والمدنيين والذي تستمر فعلياته حتى 28 من سبتمبر الجاري ويشارك بالمعرض عدد من الجهات التي تقدم إصداراتها بمختلف المجالات منها هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة والهيئة العامة للكتاب ويأتي المعرض في ضوء تطوير العملية التعليمية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وإضافة كل من ما هو جديد في مختلف العلوم العسكرية والمدنية